لا للتمديد الهوائي والخطوط التوتر ضمن المناطق المأهولة في لبنان ولنصبح شركاء في جرمين ضد الإنسانية تحت هيدا الشعار استكمالا للتحركات يلي قاموا فيها سكان عين السعادة يلي هني رأس الحرب بهيد المواجهة زيط الطابع الإنساني والعلمي جمع أهالي بلوني والسهيلي وعجلتون ليعترضوا مرة جديدة على وجود هالخطوط الهوائية المسرطنة والمكهرة بفوق المنشآت المبنية ويلي وزارة الطاقة بقراراتها الحالية عم تضرب بعرض الحائط كافة التوصيات والمعايير الدولية الحديثة ويلي كان آخره قرار مجلس أوروبا رأم 1815 في عنا أمسي لقدامنا عن الضرر اللي عم تعملوا هالتوتر العالي بكل لبنان عم بطال فوق نصف مليون نسمة بعدها المسؤولين عم بيكذبوا عن الناس ومش بس هيك القصة ما بتوقف هون عند وجود هالعواميد بين البيوت ولكن عنا شهيد حي طارق ديب يلي قلنا نجي من الموت وهو هلأ خير مثال ودليل طارق مش زنبه إنه بيته هونيك ولكن الحق على يلي حط العمود بين البيوت طارق ما كان بده إلا أنه يدخن سجارة هو ورفيقه فما كان من خط التوتر إلا أنه تفاعل مع الإداحة لتكفي إنه يحترق طارق هو ورفيقه ليلة 12 قيلول 2008 كنت قاعد بالمنطقة كتير قريبة للبناء اللي فيها طارق سمعت دوي انفجار قلت أكيد يا طائرة يا انفجار كبير حصل بالمنطقة دوت المنطقة كلها وعرفت تاني يوم أنه اللي حصل هو صار فيه شورتج صار فيه إلكتريك آرت ونزل الطيار كله تبع 66 كيلو فولت على طارق وصديقه ريان أبو ملهب الجماعة هدول هني أبطال بأي دولة تانية كانت شركات الكهبة أو الدولة قتلت حالة تتساعدهم تعود عليهم وتصلح الأوضاع هذا ما حصل نحنا عم نحمل قضيتهم ونحنا ما حنرجع إلا ما يتم تمديد هالخطوط لمرأة هوائيا بين الأبنية السكنية الآن تنمد مثل ما ممدود بترابلوس مثل ما ممدود ببيروت الكبرى وبالضاحية مثل ما معمول هوني كمدينهم تحت الأرض لازم يصير نفس الشي بمنطقة المتن وكسروان هني بيعتبروا لأنه قالنا الوزير باسيل أنه في عندي ست خطوط نقل بدي يزيدهم تبنين بدي وين بدي يحطهم هوني بدي يحطهم فوق روس الناس لأ هادي شغلة ما بقى تسير هادي كانت تسير بركب الزمان بس العالم ما كانت بعد واعي وبتفهم بس هلا جوابا للي سأل كمان شو رح نعمل بالمواجهة رح نوقف بوجه ممنوع بقى خط ماري فوق الأرض ممنوع بقى عمود فوق الأرض هالتحركات هدفة مش الوقوف ضد الدولة ولكن الوقوف ضد القرارات التعصفية والتزوير والكذب يلي عم يصدروا عن وزارة الطاقة بالتحديد وبالأخير تأمين الكهرباء وإنارة المنازل هي لخدمة المواطن ومش العكس ترجمة نانسي قنقر